لجنة المكلفة بتنفيذ برنامج نزء العسلحة ويعادة الإدماج التي شرعت في مختلف المواضيع المتعلقة بهذا المشروع قد اجتمعت اليوم مع الشركاء الماليين المعنيين بدعم هذا المشروع الذي يندرج ضمن المواضيع الأساسية للحكومة حيث ترأس الاجتماع وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضهايا الحرب الدقوية عقبة وذلك بحضور وزير الآفاق الاقتصادية والشراكات الدولية ووفد من شركاء البلاد في التنمية حضر الاجتماع ممثلين عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وذلك بهدف الوقوف على تفقد الأعمال التي قامت بها اللجنة الوطنية المسؤولة عن هذا المشروع المتمثل في تنفيذ نسع الأسلحة والتصريح ويعادة الإدماج وتم تقديم دعما ماليا بقدر 5 ملايين دولار أمريكي من قبل الشركاء وزير الدفاع الدقوية عقبة أوضح للحضور حرص حكومة المرحلة الانتقالية في تعزيز السلام وتطبيق اتفاقية الدوحة وشكر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لدعم هذا المشروع الذي يحظى بأهمية بالغة من قبل حكومة المرحلة الانتقالية وأشاد بدور المانحين ووقوفهم الفعال ما أتشاد من قبل إنجاح المرحلة الانتقالية